والفراغ نفسه الذي يخيم على قصر بعبدة يهدد حاكمية مصرف لبنان في تموز المقبل وفي حين لا تزال الاحتمالات لمرحلة ما بعد رحيل رياض سليم أشبه ببورصة إليكم ما هو مستبعد أولا الحارس القضائي هيدي بدعة هيدي حيلي غير شرعي هيدي هرطقة قانونية لأن حاكمية مصرف لبنان منها مثل شركة عادية محدودة المسئولية أو شي من هالنوع تقدر تعين لحارس قضائي اثنين ما ممكن الحاكم هو يكلف حدا غيره أنه يقوم بمهام الحاكمية ثلاثة مجلس الوزراء ما بيقدر يمدد لحاكم مصرف لبنان لكن مجلس الوزراء قادر على التمديد لسلام لفترة قصيرة في سيناريو ليشكل سابق في لبنان فالحكومة عام 1984 قامت بالأمر نفسه مع الحاكم ميشيل خوري إنما حكومة 2023 مختلفة فهي تصرف الأعمال بالمعنى الضيق ولتضاف العراقيل إلى المشهد لرئيسة للجمهورية ليقسم الحاكم الجديد اليمين أمامه إذا اعتبرنا أنه هالتعيين نوي من صلاحيات مجلس الوزراء في فترة تصريف أعمال بمعناها الضيق ساعتها ما في شي بيمنع أنه يتعين الحاكم دون أن يقبض على زمام الصلاحيات ويتابع الحاكم الحالي بتكليف من مجلس الوزراء بمتابعة هذه المهام سليم من جهته أكد أن لا نية له بالبقاء في منصبه وبالتالي يبقى الحل الطبعي والأكثر منطقيا انتخاب رئيس الجمهورية سريعا وتعيين حاكم جديد وإعادة النبض إلى شرايين مؤسسات الدولة اشتركوا في القناة